فلما يتعلم يدور على اثباتات وحاجات تقول له ان ربنا مش موجود لك ربنا بيقول له لا انت هتلقيني بكل حتة ومهما درست ومهما ما اتعلمت هتشوفني مش موجود لان الاربع ايات دول يا جماعة انا اقدر وانا اقل لكم علما ان في كل اي من الاربع دول اعمل تلاتين حلقة مش حلقة واحدة بس وان شاء الله الست سبع حلقات اللي جايين هيبقوا على الاربع ايات دول لان الاربع ايات دول فيهم تحديات جميلة وفيهم مشاكل كتيرة وفيهم حلول عظيمة وفيهم كلام جميل جدا لما بقى روهم جسمي اشعر. بس انا في الصورة دية في صورة الغشاة قبل ما اتكلم في الترابط العلمي في الاربع ايات دول من اول اي رقم سبعتاشر اللي هي فلو ينزروا للاقيب اللي كان في خلقت لحد الاية عشرين هو اللي الارض كانت في صوت الحط. كان بيتستوقفني اية غريبة اوه. رقم حدواشر. ربنا هو بيتكلم على اهل الجنة. وجوهني ومأز النائمة لسعيها راضية في جنت عالية لا تسمع فيها لاغية. في تفسير الكرطبي كلمة لاغية يعني اللاغو في الكلام ما لا يفيد من الكلام الكذب بالكلام الحلفان الزور او او يعني حاجات كتير اوة كلها تميل الى ان الكلام اللي ملوش معنا وكلام اللي ملوش لازمة والنميمة والكذب والحلفان الكذب. كل دي تفسيرات الكرطبي على كلمة لاغية. فانا لما كنت بقى وراها وقرأ التفسيرات دي كان بيجي في دماغي حاجة غريبة قوي. هو واحدة واحدة علاش ما تزعولش مني الحلقة دا لان انا ممكن اقول كلام يزعع لكم. هو مش اهل الجنة. ممنوع عليهم ان هم يقولوا الحاجات دي ما عارفوش يقولوها. يعني ربنا اكرمهم بحاجات كتير قوي منها ان هو ما لا يلغوا. لو حاول يكدب مش هيعرف. لو حاول يعني يبقى في نميمة. يحرف كذب ازاي هو في الجنة وشايف ربنا سبحانه وتعالى. احلف كذب ازاي. يعني ازاي واحد في هذا النعيم وربنا يعني حرموا من الكذب وحرموا من اللغ ويجذب. فانا مش فاهم يعني اهل الجنة هيسمعوا لغوا فين. يعني هيجيبوه منينس كونهم وحرم عليهم دوت. فبعض التفسير دي ملتهاش في الكورتوبية. عشان بس ما نزعلش من بعض. فبعض التفسير يقول لكم هيسمعوا لغوا اهل النار. ده اهل النار هيكونوا اكثر الناس ايماني من ربنا سبحانه وتعالى. هو ما في النار. مش هيدعوه ان هو يخاف عنهم العذاب. مش هيعودوا يندعوا لأهل الجنة يقولولهم احنا كنا معاكم اتاخدونا معنا شوية. مش حيندعوا لمالك حارس النار يقولوله يعني نطلب من ربنا يخاف عن العذاب يوما. مش بعضهم حيقول لبعضهم احنا كنا طبعا لكم فشلوا عننا العذاب فقولوا لا احنا ماسمعناش كلام ربنا او انتو دلوقتي زينا. يعني هم هم جوا النار. اه اكثر الناس ايماني بربنا سبحانه وتعالى. يمكن اكثر من الناس اللي في الجنة. لان هما شافوا بقى اللي هما عملوه بيتعجبوا عليه ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول تأتي جهنم في حديث قدسي. تأتي جهنم يوم القيامة وفيها ولها سبعون الف زمام. في كل زمام سبعون الف ملك يجرونها. اذا رآها الناس. اذا رآها الناس. سجدوا جميعا. امنوا جميعا. هما يوم القيامة. وقالت الملائكة يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مفيش حد يوم القيامة. حيفكر ان هو يلغو او يجذب. اه ساعة الحساب ربنا قال ساعة الحساب. آآ لما وده قبل ده قبل دخول النار وقبل دخول الجنة. ساعة الحساب لما ربنا يسألنا. عملتوا كزا لا يا رب ما عملناش. عملتوا كزا لا يا رب ما عملناش. واحنا عارفين ان احنا عملنا. ساعزين نيهرب النهار. فربنا هيقول لنا فانطقنا اجديهم والسنتهم واردلهم. ايه دي هترده واللساني هيرد ورجلي هترده. فحتقيم علينا الحجة. حتى هيبقى في احتاج ما بيننا وبين الجسمينا. يعني ان احنا خش النار مع بعض. انطقنا الله سبحانه وتعالى. بعد كده بعد ما نخش الجنة والنهار ما في خلاص ما فيش. هيجي اللغه منين? لما يجي اقول له الله القضة دي كاتمة للصوت ما تسمعوش فيها صوت. هل معنى انه ما فيش صوت براها? لا فيها اصوات براها بس هي عزلة للصوت وما فيش فيها اصوات. طب لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية. واحنا اتفقنا او ده رأيانا الشخصي. ان اهل الجنة واهل النار مش حيلغوا. اه مش هيجي واحد النار يقول لي ينصب على واحد تاني. ما ما ينفعش خلاص. هم مش مسمحلهم باللغو. مش مسمحلهم بالكذب. مش مسمحلهم بالنميمة. مش مسمحلهم بالكلام الغلط. يا بحيجي اللغو منين? لا تسمعوا فيها لاغية. ما عارفش اقول لكم رأيي ولا مقول لكمش رأيي لان رأيي ممكن يزعى الناس كتير قوي ويتهموني ساعتها بالالحاد. وانا الناس بتتهمي بالالحاد كتير قوي. وبالنفس المسلا دي اطول لكم لو اطول لكم القضة لانها هاتفها دي كاتمة للصوت معناها ان الاصوات اللي برا مش واصل عليها. ان اللغو اللي برا مش واصل. فانت مش هتسمعه جوه. لكن فيه ناس بتلغو فيه ناس بتلغو. فيه ناس بتتكلم برا فيه ناس بتتكلم برا لكن انا مسامحة. لان لو القضة دي مش كاتمة للصوت يبقى انا حاسمع فيها لاغة. او ان انا عدت ساكت مابتعش بوقي. وبقى ان انا اهل الجنة والنوار من رأيي ان هم ما ينفعش ان هم ما يتكلمون فمش حابة في لاغة. رأيي انا اللي ما ما تزعلوش مني يعني وانا بالحلقة طويلة اونا عايزة يعني اقافلها. من رأيي انا. نظرية الاكوان اللي هو بالالاليونيفورس. والكونسيكوان كونسيكوال يونيفورس. يعني ايه بقى? يعني نهاية الكون بتاعنا بداية تكون اخر. نهاية الحياة بتاعتنا بداية حياة اخرى. وان الكون اللي احنا نرفق او ربنا سبحانه وتعالى يوم الايامة بعد ما يحكم بيننا واللي يخش الجنة واللي يخش النار. هنرجع تاني لنظرية البيك بانج والقعادة بتاعتها والسماء زات الرجعة. رغم من الحلقة بتاعتها والسماء زات الرجعة دايقت ناس مني. بس ده كان تفسيري ليه انا الشخصي خواطر انا الشخصية ليها. لكن في ناس بتقول ان بعد بعد الانتهاء الكون. حيبقى فيه كون تاني. فيه بعض الادلة على البراليونيفورس ان فيه كون تاني مع كون الاولاني اللي احنا عايشين فيه دوات. وفيه ناس بيقولوا لا ده فيه كون بعد الكون. يعني بعد ما العالم بتاعنا ده ينهار. حيبقى فيه عالم تاني. يعني واحنا في الجنة وفي النار ربنا هيخلق كون جديد. دي تفسيرات ما عنديش اي قادلة على الكلام ده ودي فرضيات انا بيفترضها وبعض العلماء بيفترضوها. وانا اسنان ما احنا بنتكلم دلوقتي فيه ناس في الجنة والنار. ففيه جنة والنار فيها ناس وفيه كون شغال. كون ده بعد ما يخلص وربنا حسابنا نخش الجنة والنار حيبقى فيه كون بعديه. ويبقى فيه واحد وراء التاني وراء التالت وراء الرابع. بعد العلماء بيقولو ده. وانا بميل للقصة دي. ان اللغو هنا مش لغو اهلنا جنة ولغو اهلنا النار. لا ده لغو الكون اللي عايش كائنات اللي عايشة في كون جديد زينا بقى كده بتسرق وبتقتل وبتكذب وبتحلف كده وحروب وقتل ودمار. فيه هيسة. احنا متسمعين واحنا في الجنة. فيه حروب برا. واحنا ما سمعينه واحنا في الجنة. قد يكوني اللي بقوله صحة وقد يكون غلط. مش عايز الناس ازعل مني. بس لو حد عنده اي تفسير تاني علمي لكلمة او لقاية اللي تسمع فيها لغية يقولي. لان انا مش لقي. ومش مقتنع بلاغو اهل الجنة ومش مقتنع بلاغو اهل النار. احنا ان شاء الله من اول بكر هنبتدي نتكلم على الاقيات من اول سبعتاشر للاقي رقم عشرين. بس المرة دي الدور عليكم الحموركة عليكم. تقولولي ما المقصود لها تسمع فيها لغية. وهل انا قلته ده رأيي صحة او غلط وليه? ولو عندك تفسير تانية ريه تسمعه? بس دي حاجة من الحاجات اللي الدماغي بتودي وتجيب فيها وانا مش لقي لها اجابة بصراحة. مهما قلت مش عايزكم تزعلوا مني. مهما قلت مش عايز الكلام يتاخد ان انا بفسر. انا دي خواطر بتيجي ليا. بعض بعض المفاهيم العلمية اللي بتيجي في دماغي. قابلة كلها للنقاش. انا بحب اول يقولي انت كنت غلط وما ينفعش يقول كزا ويعمل كزا. انا حب جدا ان يعتارد معي ويصلي صحح لي. فاللي شايف لانا قلت حاجة غلط يصلي. حالة النهاردة طولت قوي قوي قوي. لان حالة النهاردة فيها اتمنى انتو تبقوا معي بكرة لما نتكلم على الاية رقم 17. كل سنة مطايبين. واشوفكم ايضا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوع. واكواب موضوع. ونمارق مصفوفة. وذرابي مبثوثة. صدق الله العظيم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.